مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله ارتفاع على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين بحيث تكون أيام الأحد والاثنين درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية الثلاثة والأربعة تنخفض قليلا وتظهر الصحب على ارتفاعات مختلفة والخميس والجمعة ترتفع مرة أخرى مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نستعرض وإياكم الأحوال الجوية التي ستسود المملكة خلال أيام الأسبوع القادم نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية لأن معدل درجة الحرارة الأظمى في عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 15 درجة مئوية ومعدل الصغرى بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية فالأجواء مشمسة بشكل عام درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العظمى في المناطق الشمالية 21 والصغرى 13 في عمان والمناطق الوسطى العظمى 20 والصغرى 11 المرتفعات الجنوبية 18 إلى 11 والأغوار 28 إلى 17 درجة مئوية وخريج العقبة 27 إلى 16 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 9 والبادية الشرقية 19 إلى 9 درجات مئوية أما يوم الاثنين يوم الاثنين تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها تبقى الأجواء تقريبا لطيفة في النهار تميل قليلا إلى البرودة بالليل والعظمى المتوقع في المناطق الشمالية 20 والصغرى 14 المرتفعات الوسطى 18 إلى 11 المرتفعات الجنوبية 16 إلى 9 والأغوار 27 إلى 16 وخريج العقبة 26 إلى 15 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 19 إلى 8 أما المناطق الشرقية والبادية الشرقية أجواء غائمة جزئياً مع احتمال أنطار متفرقة والعظمى 18 والصغرى 8 درجات مئوية يوم الثلاثة انخفاض على درجات الحرارة بإذن الله تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة الأجواء غائمة جزئياً لكن تبقى درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل هناك احتمال لسقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرى 12 المرتفعات الوسطى 15 إلى 9 المرتفعات الجنوبية 14 إلى 8 والأغوار 26 إلى 16 وخليج العقبة 25 إلى 14 البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 7 أما البادية الشرقية 19 درجة العظمى والصغرى 9 درجات مئوية يوم الأربعاء أيضاً تبقى درجات الحرارة حول المعدل تبقى الأجواء غائمة جزئياً حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل أجواء باردة نسبياً غائمة جزئياً فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية احتمال بعض المناطق الوسطى أيضاً وأيضاً رياح تكون غربية رطبة لذلك نسبة الرطوبة النسبية تكون مرتفعة نسبياً يخشى أيضاً من حدوث الضباب وتذني مدى الرؤية الأفقية أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرى 14 المناطق الوسطى 16 مع الجبال المرتفعات الجبلية الجنوبية 14 إلى 7 وخريج العقبة 25 إلى 15 أفواً الأغوار 25 إلى 15 وخريج العقبة 24 إلى 14 درجة مئوية أما البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 7 والبادية الشرقية 17 إلى 8 درجات مئوية يوم الخميس تبدأ الأجواء بالاستقرار وأيضاً درجات الحرارة بالارتفاع القليل والتدريجي لكن الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئياً درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين درجتين إلى 3 المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 19 والصغرى 12 المرتفعات الغسطى 17-10 والمرتفعات الجنوبية 14 إلى 9 والأغوار 26 إلى 16 درجة مئوية وخريج العقبة 25 إلى 15 والبادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 8 أما البادية الشرقية العظمى المتوقعة 19 والصغرى 9 درجات مئوية كيد مناطق البادية تميل إلى البرود وأجواء باردة نسبياً أثناء الليل أما يوم الجمعة القادم ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى المعدلات ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على الأقل العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 20 والصغرى 13 المرتفعات الوسطى 17 إلى 10 والمرتفعات الجنوبية 16 إلى 10 الأغوار 27 إلى 16 درجة مئوية وخليج العقبة 26 إلى 16 البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 7 وأيضاً البادية الشرقية 17 إلى 7 مع احتمال تشكل الضباب الخفيف في مناطق البادية وبعض المرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مشاهدينها شكراً للمتابعة ونترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة